الخبر ده ضحكني شوية بس أنا مش عارف هتضحك معايا ولا هتقول لي ايه بدون عواخب قانونية طبيب في سالس بورج يجري ثلاث عمليات جراحية وهو تأثير الكحول هل هو خلصهم بسرعة عشان كان تحت تأثير الكحول ولا نقول لي طيب يعني صراحة يعني واحد كمى ستة وعشرين بروميل يعني هو الراجل مخمور صراحة مشكلة مشكلة كبيرة انه نشوف هذا الشي عما يصير بأحد مشافي النمسا وانه فيه يعني هالكمية الكبيرة من الكحول بدمه وعم يجري عمل جراحي يقول لك انه لا يوجد قانون لا يوجد قانون يمنع او يؤكد انه وجود نسبة الكحول يعني لا يوجود اجراء عملية في هذه الحالة ولم تتخذ اي اجراءات بحق الطبيب او ضحة المتحدثة ان التحقيقات اوليقات لم يثبت وجود خطر محدد وعلى الرغم من ان عمليات تمت بدون مضاعفات تساءل عديد عن هذا الامر يبدو كأنه تصريح للقيام بعمليات تحت تأثير الكحول ما دامت الامور تسير بشكل جيد كتب احد القراء طبعا هذا صحيفة هويته فبالتالي فبالتالي بصراحة هذا هذا يعني سقطة جديدة تضاف الى موضوع الطب في النمسا والمشاكل اللي عم بتسير انه طبيب عم يجري العملية هو مخمور وقبل بشهرين اذا بتذكر كمان طبيبة تسمح لابنتها بفتح جمجمة احد المرضى بصراحة يعني كمان في استهتار في استهتار بصراحة لذلك يعني كل مريض وكل شخص فعلا يكون حذر ومنتبه جدا بكادر العمل وفريق المخدر تحت العملية يعني يعني مهر فعلا 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 فضيحة 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 لهذا المشفى او فضيحة لنقابة الاطباء ان لم تطرد ان لم تطرد او يعني تعاقبه يا سيدي تعاقبه على هذا الفعل الشني يعني تخيل تخيل تسبب بخلط وتسبب بوفاة من هو تحت يدي شو هنسير يعني ليش لا يوجد قانون لا يوجد قانون يجرم يجرم كل من يقوم بهذا الانتهاك سؤال يطرح نفسه نعم موسيقى